اشتركوا في القناة واللواء بحري اركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية والدكتور حسن ابو سعدى استشاري الاعمال البحرية والدكتور اسماعيل المرقبي رئيس مجموعة شاكر الاستشارية والمهندس معتصم الغربلي رئيس مجلس ادارة شركة الغربلي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس اطلع على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الاسكندرية والسحل الشمالية وقد وجه السيد الرئيس باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن السحل الشمالية خاصة الاسكندرية وفق اعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتأكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها واضاف المتحدث الرسمي انه تم استعراض المشروعات الحالية القائمة بالفعل وتلك المستقبلية بواسطة شركات القطاع الخاص وذلك في اطار التطوير والتنمية وحماية الشواطئ امتدادا من منطقة ابو قير حتى عمق الساحل الشمالي الغربي بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها خاصة الطبيعة المتميزة والفريدة للسواحل المصرية على البحر المتوسط اشتركوا في القناة